بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة افكار روايدة بحييكم. نهاردة ان شاء الله بكلمكم عن ركائق البطاطس او الشبسي. اه الشبسي ليه فوايد زي ما هو ليه اضرار. اللي ليه فوايد هنا اولا انا بتكلم عنه اللي هو مشوي في الفرن. او مخبوص في الفرن بمعظم اه نكهاته وطعمه الرائع. ليه بقى لانه هو اللي بتخبص في الفرن ده او بتشوى في الفرن. بيضاف ليه اه نقط مع يعني كمية زيت قليلة وخصوصا زيت الزيتون البكر الرائع. اه فده بيكون كمية الاحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون دي ليها فوايد اه بتعازز صحة القلبة والاوعيات دموية. كمان بتكون الوجبة دي لزيزة وبتقلل فرص الاصابة بمرض السكري. وبعض انواع من السرطان. البوتاسيوم المرتفعة في الرقائق المخبوزة بالفرن. اه بتكون اه اللي بتحصل عليها الشيبسي بتكون مهمة جدا لجسم الانسان. لانها بتساعد على تنظيم توازن سوائل الجسم. وده بيمنع ارتفاع ضغط الدم الشرياني. كمان البوتاسيوم هنا بيعزز عمل الجهاز العصبي والعضلات. لان البوتاسيوم هنا الشيبسي بيوفر حوالي تلاتة وتلاتين في المية من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم. كمان فيه فيتامين سي موجود في الشيبسي. فيتامين سي هنا ضروري لجسم الانسان. لان واجبة واحدة من الشيبسي المشوي بيوفر يوميا حوالي سبعة وتسعين في المية من حاجة النساء لفيتامين سي. واحد وتمانين في المية من حاجة الرجال فيتامين سي. يعني تناول الشيبسي المخبوز والفرن بزيت الزيتون بيساعد على تجنب حدوث مشكلة نقص فيتامين سي في الجسم. فيتامين سي مهم جدا لانه بيعزز صحة الجهاز المناعي. وده بيساهل نمو الخلايا الكرات الدم البيضة. آآ كمان بنشوف فيه عناصر غزائية تانية موجودة في الشيبسي. آآ منها انه هو بيحتوى على تسع جرامات من الدسم ومية وخمساشر ميلي جرام من السوديوم. واربعمية وتلاتين ميلي جرام من البوتاسيوم. وكمان هنا بآآ نسبة البورتين اللي موجودة في الشيبسي نسبة ضئيلة جدا. فهو كده في الحالة دي لا يحتوي على اي دهون. آآ خصوصا الشيبسي. آآ الشيبسي اللي ليه اضرار هنا اكتر اللي هو بيتباع في السوبر ماركت وفي الاسواق. واللي بيتعمل خارج المنزل. لانه بتقلي في الزيوت الدق العادية. او الزيوت المهدركة. آآ بنشوف هنا الاسار السلبية بتاعته. اول حاجة عنده ده نسبة دسم وضهون عالية. آآ اللي علشاء ليه بقى اللي ان بنسبة الدهون فيه حوالي تلاتين في المية وربع بيسبب اضرار آآ آآ سيئة على صحتنا على المدى البعيد. عشان كده لازم نعتدل في تناول الشيبسي المعمول او اللي مقل في الزيوت بعيد عن الفرن. او مش بزيت الزيتون. كمان عنده كميات كبيرة من الملح. والكميات الكبيرة من الملح دي بتكون لها تأثير سيء على ضفاع ضغط الدم الشورياني. وده بيعمل مشاكل كتيرة جدا. بيلاقي صعوبة في العلاج. عشان كده المفروض ان احنا نعمل على توازن ضغط الدم. آآ المفروض ان احنا نقلل او نعتدل في تناول الشيبسي اللي هو معمول خارج الفرن. كمان في زيادة في كمية السكر. آآ لان الاكثار من من الشيبسي مش بس الحصول على كميات كبيرة من الملح. لا ده في كمان كمية كبيرة من السكريات. لان طبعا ده من البطاطس والبطاطس فيها نيشا. كمان سعرات حرارية عالية. ان آآ بنقول ان بنقول ان الشيبسي بيكسب الجسم الوزن زياد اضافي. آآ وده بيعني الاصابة بالسمنة المفرطة ومرض السكري وامراض القلب المرافقة لوزن لزيادة الشيبسي عناصره الغذائية قليلة. يعني لا يحتوي على اي نوع من الفيتامينات او المعادن الاخرى. عشان كده بيجب علينا الاعتدال في تناول الشيبسي. لا نزود في اكله ولا نفرض فيه. آآ بنكله بكميات بسيطة او يكون مخبوص في الفرن بزيت الزيتون. بكده الفيديو بتاعي انتهى. اتمنى انه يعجبكم وينردكم. ما تنسوش اللايك والشير مع حبيبكم واصحابكم. وبتمنى حبيب اللي لسه ما اشتركوش. اتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس على الكل. بحبكم في الله. مع الف سلام.